ثانيا حساب الانحراف المعياري في حالة البيانات المبوابة لحساب الانحراف المعياري في حالة البيانات المبوابة نتبع الآتي رقم واحد إضافة عمود ثالث للجدول التكراري يمثل مراكز الفئات حيث مركز الفئة يساوي بداية الفئة زائد نهاية الفئة للتنين رقم ثلاثة إضافة عمود رابع للجدول التكراري للحصول على المجموع سميشن اكس في اف رقم ثلاثة حساب الوسط الحسابي المعادلة اكس بار يساوي سميشن اكس في اف على سميشن اف رقم أربعة إضافة عمود خامس للحصول على المجموع سميشن اكس تربيع في اف رقم خمسة حساب الانحراف المعياري بالمعادلة اس يساوي سميشن اكس تربيع اف على سميشن اف حيث سميشن اف هو مجموع التكرارات ناقص اكس بار تربيع والمثال التالي يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري للبيانات المبوابة البيانات التالية تمثل توزيع خمسين عامل حسب فئات الاجر اليومي بالريال والمطلوب حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لاجر العامل اليومي رقم واحد حساب الوسط الحسابي بالخطوات الآتية ألف حساب مركز الفئة حيث مركز الفئة الاولى يساوي بداية الفئة الاولى زائد نهاية الفئة الاولى على اثنين أي عشرة زائد عشرين على اثنين يساوي خمسة عشر مركز الفئة الثانية يساوي مركز الفئة الاولى زائد طول الفئة أي خمسة عشر زائد عشرة يساوي خمسة وعشرين مركز الفئة الثالثة يساوي مركز الفئة الثانية زائد طول الفئة أي خمسة وعشرين زائد عشرة يساوي خمسة وثلاثين ومركز الفئة الرابعة يساوي 45 ومركز الفئة الخامسة يساوي 55 ومركز الفئة السادسة يساوي 65 ومركز الفئة السابعة يساوي 75 ثم إيجاد سميشن X في F مجموع حاصل ضرب مركز الفئة X في التكرار F من خلال الجدول التالي الجدول مكون من العمود الأول فئة الأجر العمود الثاني التكرارات وعدد العمال العمود الثالث مركز الفئة العمود الرابع حاصل ضرب مركز الفئة X في التكرار F أي يمكن الحصول عليه بضرب العمود الثالث في العمود الثاني أي 3 في 15 45 6 في 25 150 وكذا حتى نحصل على المجموع سميشن X في F ثم العمود الخامس هو عبارة عن حاصل ضرب العمود الثالث في العمود الرابع أي 15 في 45 يساوي 675 25 في 150 يساوي 3750 وكذا حتى نحصل على المجموع سميشن X تربية في F وبالتالي نقوم بالتعويض في معادلة الوسط الحسابي X بار يساوي سميشن X في F على سميشن F أي 22110 على مجموعة تكرارات 50 يساوي 44.2 أي أن الوسط الحسابي X بار يساوي 44.2 تم إيجاد سميشن X تربية في F من العمود الخامس وبالتالي يتم حساب الحراف المعياري بالمعادلة S يساوي إيجاد تربيعي لسميشن X تربية في F على سميشن F نقص X بار تربيع أي 109050 على 50 نقص 44.2 من عشرة تربية يساوي 15 21 من 100 أي أن الانحراف المعياري S يساوي 15 21 من 100 وبالتالي فإن الوسط الحسابي X بار يساوي 44.2 من 10 والانحراف المعياري يساوي 15 21 من 100 ريال مزايا وعيوب الانحراف المعياري أولا المزايا الانحراف المعياري رقم واحد تدخل جميع القيم في حسابه ولذلك يعتبر هو من أدق مقيس التشتت وأكثرها استخداما له نفس وحدة القياس للظاهرة محل الدراسة سهولة حسابه والتعامل معه جبريا العيوب رقم واحد يتأثر بالقيم المضطرفة أو الشازة لأنه يعتمد في حسابه على الوسط الحسابي رقم اتنين لا يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كليهما رقم تلاتة لا يمكن حسابه من البيانات الوصفية رقم اربعة لا يمكن إيجاده بالرسم ترجمة نانسي قنقر